السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنكتب برنامج يقوم بإنشاء نافذة تحته على radio buttons ما معنى radio buttons هنا ترون في هذه النافذة عندي عناصر مختلفة بإمكاني أن نسوي select لأي من هذه العناصر مثلا أضغط هنا cat dog إذا لا أستطيع أن نسوي select لأكثر من عنصر هذا ليش نسميه radio buttons لو نسوي select لعنصر يقع حذف كل العناصر الأخرى يصبح عندي فقط عنصر واحد selected إذا تلاحظون هنا عندما نسوي select لأي من هذه العناصر يقع طباعة في الـ output العنصر الذي وقع اختياره إذا في هذا الكود قمت بإستدعاء الـ packages java.awt java.awtevent وjavax.swing قمت بإنشاء class example radio button سميتها extens لجي فرايم وأمبليمانس لأكشن لسنر لماذا أمبليمانس لأكشن لسنر؟ لأني عندما أضغط على أو نسوي اختيار لأي من هذه العناصر أريد أن أطبع شيء أريد أن تكون فيه أكشن لذلك سأستعمل الأكشن لسنر قمت بتعريف مصفوف من الـ radio buttons سميته rb radio button ومصفوف من strings إذن سيحتوي على العناصر التالية cat أسمي الحيوانات cat, dog, bird و eagle قمت بإنشاء إذن الـ constructor example radio button قمت بإستدعاء السوبر constructor لإنشاء النافذة وتحديد عنوان النافذة قمت بتحديد هنا size للنافذة قمت بإنشاء الآن سأنشاء المصفوف يحتوي على أربع radio buttons أربع مؤشرات لجي radio buttons ثم أنشأت button group هذا اللي هيخلي الـ radio buttons مجمعة مع بعض نسوي select عندما أختار radio button يقع حذف بقية الـ items ثم إذا حددت كيف سأضيف الـ radio buttons سأضيفها في grid تحتوي على أربع lines وعمود واحد استعملت for loop وهذا ليش يعني وضعت الـ radio buttons في مصفوف حيمكني من اختصار أيضا الكود أفضل أن نسوي radio button 1 radio button 2 radio button 3 كل الـ radio buttons وضعتها داخل مصفوف وبستعمل for loop صار بإمكاني أن أنشأ الـ radio button بين قوسين وضعت اسم هذا الـ radio buttons الذي إذن اسم الـ animal والذي هو مخزن داخل هذا المصفوف animal إذن الأول سيكون cat ثاني dog bird ثم eagle ثم قمت بإضافة action listener ربط إذاً هذا الـ radio button مع الـ action listener this وقمت بإضافة الـ radio button إلى النافذة these dots add radio button أضفت أيضاً الـ radio button إلى الـ group عشان يصيروا مربوطين ببعض ثم سويت الـ النافذة set visible true عشان تصير بإمكانية أن أشوف النافذة في الـ action listener الآن أو الـ action performed هذه الدالة عندما أضغط على أي radio button حيقع أستدعى هذه الدالة قمت بتخزين إذن الـ radio button اللي ضغطت عليه داخل source وسويت for loop عشان أعرف على أي radio button ضغط 4 من i يسوي 0 إلى 4 هل source تسوي radio button 1 2 3 إلى غير ذلك أو 0 ثم تبعت selected نقطتين الـ animal i يعني في هذه الفور سأخرج من الفور عندما أصل إلى مقارنة صحيحة يعني سيكون بإمكاني أن أستعمل هذا الـ i الموجود هنا في هذا المكان هذا الـ i هو قيمة الـ i عندما خرجت من الفور إذن سيكون يسوي قيمة الـ i الذي مكن هذه المعادلة أن تكون صحيحة لو الـ i يسوي 0 مثلاً هنا هذه المعادلة الصحيحة عندما الـ i يسوي 0 سيبقى الـ i يسوي 0 وسأطبع cat لو خرجت من هذه الفورلوب والـ i يسوي ثلاثة سيكون هنا عندي ثلاثة وحيقع اعتباعة eagle القيمة الثالثة في المين method قمت فقط بإنشاء object نوعه example radio button إذن أنفذ هذا البرنامج أتحصل على النفذة التالية تحتوي على one two three four radio buttons مربوط ببعث بالـ group عندما أضغط على واحد إذن يقع تباعة cat أضغط على bird يقع تباعة bird وتلاحظون أن الـ cat صار غير مختار إلى غير ذلك ترجمة نانسي قنقر